أعزائنا المتابعين في كل مكان معكم عمر دجاني من طقس العرب رح نعطيكم شرح بسيط حول الظروف الفلكية والجوية المحيطة بتحره هلال شوال يوم 9-4 يوم الثلاثة في الأردن هل رح يكون بإمكاننا رؤيته؟ هل الظروف الجوية بتساعد؟ كل هذا رح نعطيكم إياه في التقيقة القادمة منلاحظ في البداية موقع غروب الشمس وتوقيته رح يكون تقريبا على الساعة 7 ودقيقة بتوقيت عمان رح يكون القمر متواجد في هذا المكان من السماء أعلى الشمس تماما بعيد عن موقع الغروب وهذا رح يعطينا تقريبا ساعة كاملة زي ما احنا شايفين لرؤية الهلال في الأجواء وهذا الشيء طبعا يساعد في تحره الهلال أيضا منلاحظ أنه نسبة إضاءة القمر رح تكون 0.7% وهذا أيضا بساعد في رؤيته مقارنة بالمرات الماضية مثلا مع بداية رمضان كان تحري الهلال مع نسبة إضاءة القمر 0.2% فقط الآن 0.7% وهو أحسن أيضا منلاحظ أنه القمر رح يكون موجود مع بداية يعني عتمة الليل رح يكون بعيد عن وهج الشمس وبالتالي معانا ساعة كاملة نرصده من مختلف المناطق مش بس بالأردن في العالم بأكمله ولكن يعني احنا متفقين من الناحية الفلكية أنه الظروف مناسبة جدا للتحري ولكن من ناحية الطاقس منلاحظ إحنا من اليوم في عنا أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة في عنا غطاء سحابي رح يكون في الأفق الغربي إحنا وقت التحريب يحملنا الأفق الغربي للمملكة رح يكون في تواجد للسحب في مختلف المناطق المنطقة الوحيدة يمكن لها أفضلية رح يكون منطقة وادي رم في جنوب المملكة من ناحية قلة الغطاء السحابي لهيك في فرصة لرصد القمر بسبب يعني قلة الغطاء السحابي في هذه المنطقة وأيضا زي ما حكينا الظروف الفلكية المناسبة منلاحظ إحنا توقعات السحب زي ما حكينا المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأيضا الشرقية في عنا تواجد لغطاء السحابي في المنطقة الغربية بينما مناطق وادي رم يمكن تكون هي إلها الأفضلية في عملية الرصد وبالمختصر يعني إحنا التوقعات تشير أن العيد رح يكون يوم الأربعاء ولكن كله بيعتمد على عملية رصد الهلال الفعلية خلال ساعات مساء يوم غد الثلاثاء موسيقى